مساء نور والبركة يشرح الطب حالة الجسد المريض بنقص المناعة فنجده أبوابا مشرعة لكل الأمراض والبكتيريا وهكذا هي حالة الأزمات الاقتصادية الحادة التي تصيب بلدا أنهكته الحرب وفقا لتوصيف الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية في خطابه أمام مجلس الشعب مع افتتاح الدور التشريعي الرابع فنقص المناعة غير ظاهرة للعيان كشفت عنه الحرب وأظهرت مدى ضعفه وهنا نقتبس ما قاله الرئيس الأسد إن علينا البحث في عمق توجهاتنا الاقتصادية التي اتبعناها على مدى عقود وتحديد الحلول الأكثر مناسبة والأقل ضررا لنا في سوريا انتهى الاقتباس مشاهدين في هذه الحلقة من المنصة الاقتصادية نبحث في أسباب نقص مناعة الاقتصاد السوري كيف كانت توجهاتنا وطرق إقرار سياساتنا الاقتصادية وما هي الهوية الحقيقية للاقتصاد السوري نبحث اليوم في نقاط عدة تعتبر أساساً لكل ما ينطلق منه حتى الاعلام الاقتصادي ومعنا مشاهدين في الاستوديو الأستاذ ماهر رزق الخبير التنموي مساء الخير أهلاً ومرحباً نوع لحضرتك لجميع المشاهدين على محطة سما أهلاً بك مشاهدين يعني كما سنستمع خلال الحلقة إلى عدد من الرؤى والمقترحات من خبراء ومختصين في الاقتصاد ودعونا قبل بدء حوارنا أن ننطلق مما جاء به الرئيس الأسد في خطابه أمام مجلس الشعب معظمنا يفترض أن الحرب والحصار والإرهاب هي المسببة للوضع الراهن وهذا صحيح لكنه غير كافي لا نستطيع أن نقول الحرب هي المشكلة وبنفس الوقت لا نستطيع طالما أننا لا نستطيع أن نعالج كل شيء تحت عنوان الحرب والإرهاب والحصار فنحن لا نستطيع أن نعالج كل شيء تحت عنوان الأخطاء للمسؤولين لا الأولى صحيحة ولا الثانية صحيحة فالأزمات الاقتصادية الحادة هي حالة نقص مناعة غير ظاهرة للعيان تأتي الحروب لكي تظهر هذه الحالة من الضعف وتفاقم حدتها ولكي نبحث في أسباب نقص المناعة علينا أن نبحث في عمق توجهاتنا الاقتصادية التي اتبعناها على مدى ستة عقود طبعاً البعض من هذه السياسات أكثر من ستة عقود سبعة عقود تقريباً منذ من الخمسينيات تقريباً فهل كانت تلك التوجهات مناسبة لمجتمعنا؟ هل كانت مناسبة لظروفنا؟ أهلاً بكم مجدداً مشاهدينا أيضاً مجدداً أرحب بك أستاذ ماهر وأبدأ مباشرةً معك مما استمعنا إليه في هذه الجزئية من خطاب الرئيس الأسد أمام مجلس الشعب بدوره التشريعي الرابع يعني استراتيجية متكاملة لإعادة بناء وإصلاح الاقتصاد السوري بعدما كثر الحديث عن الحرب وعن الحصار وبأنه شماعة يعلق عليها كل الأزمات والقرارات الاقتصادية التي لم تكن تنفذ في حينها بشكل يعطي النتائج المأمولة هذا ما قاله صراحة الرئيس الأسد في خطابه أمامهم أو أمام مجلس الشعب فمن أين برأيك يجب اليوم أن نبدأ في حالة البحث عن أصل الأزمات وما المقصود أيضاً بمناسبة التوجهات والسياسات الاقتصادية لكل زمان طبعاً خطابات السيد رئيس الجمهورية تتصف دائماً بالشمولية وبموضوع ملامسة الحاجة الفعلية للوطن وللمواطن الحقيقة الخطاب الأخير فينا نعتبره نحن خطاب يعبر عن مرحلة جديدة حقيقة كان بيحمل كثير رسائل كان متفائل لكن بدون أحلام وردية كان واقعي لأبعد الحدود النقطة الكثير مهمة موضوع المناسبة أو مناسبة السياسات تم التكلم بالتفصيل أن الواقع الاقتصادي للأسف نحن حكومات متتالية كانت دائماً تاخد من الحرب والعقوبات على سوريا هي شماعة لتبرير الفشل بتحقيق النتائج اللي كانت الناس أو الحد الأدنى من النتائج بس يعني بنفس الوقت نحن ما فينا نعتبر أنه يعني هي شماعة كاملة يعني ليس هناك أصلاً عقوبات يعني ما هي موجودة السيد رئيس الجمهورية أشار للموضوع بدقة متناهية لما فصل الأسباب فخلانا نتعامل مع الأسباب أو نتوجه للتفكير بالأسباب اللي هي نتجة بسبب الأسباب الغير ذاتية هي الأزمة والإرهاب والحرب والعقوبات على سوريا وفي أسباب ذاتية يعني تكلم عن مراجعة لعقود عديدة للسياسات السورية في الاقتصاد وفي الاجتماع وفي كل شيء الكلام عن موضوع المناسب أنه نحن اليوم في كتير بعض للأسف في أصحاب القرار عم يفكروا أنه نحن لازم نرجع كيف كانت سوريا ما قبل الحرب لا حقيقة ما تكلم عنه السيد رئيس الجمهورية أنه نحن يتكلم عن أين يجب أن تكون سوريا اليوم يعني ما بجد الفكر أرجع للألفين وإداعش لا اليوم صار فيه متغيرات على مستوى العالم وهذا كان كتير بالخطاب أشار له السيد الرئيس أنه فيه متغيرات لنتعامل معه نحن سواء على الصعيد الداخلي أو على المحيط العالمي وحكى عن التضخم العالمي والآثار الاقتصادية العالمية والتغيرات اللي صارت بالعالم والحروب وكل الحركات اللي صارت نعم اللي كتير كان واضح السيد الرئيس حكى بتفصيل عن موضوع الفرق بين الاستراتيجية والخطة والإجراء الاستراتيجية هو توجه يعني شو كان بأصد يعني بأنه هي مناسبة لتوجهات السياسات الاقتصادية لكل زمان اليوم نحن اليوم العالم في تغير متسارع بسبب العولمة وبسبب المعلوماتية وبسبب عدة أشياء اللي أشار له السيد الرئيس أنه نحن اليوم بدنا نواكب التطورات العالمية بغض النظر عن الأسباب اللي كانت سبب عدم واكبتنا اللي هي جزء مننا الحرب والإرهاب لكن الأسباب الزاتية نتفوق عليها وأنا باعتقادي السيد الرئيس ينطلق من الوضع الاقليمي والسياسي المتقدم لسوريا الحمدلله اللي هي بعد هالسنوات العجاف رجعت تسترد موقعها العربي والأقليمي والدولي رويدا رويدا فاليوم أنا ممنوع ظل فكر أنه أنا بس بدي أشتغل على مبدأ تجاوز آثار الأزمة لا أنا مطلوب مني إعادة الاندماج بالاقتصاد العالمي إعادة التأثير على مبدأ أكون فاعل ومتفاعل فالمناسبة هي الملائمة مع الوضع العام والوضع الأقليمي وليس فقط أنه احتياجات سوريا لتجاوز آثار الأزمة طيب على أية حال أستاذ ماهر ومشاهدين جاء في خطاب الرئيس الأسد بأن الخيارات الصعبة لا تعني الانقلاب على سياساتنا وأن الرؤى والسياسات والخطط تبنى على الحقائق لا على الأحلام الوردية وتأجيل الحوار فيها أصبح غير مقبول دعونا نتابع ثم نعود لمتابعة حوارنا كثير من دول العالم خلال سنتين ماضيتين وخاصة في الغرب والدول الغنية ذهبت باتجاه التركيز على التضخم رفعت الفائدة قامت بإجراءات كثيرة اليوم دفعت الثمن إفلاسات إغلاقات وصلوا إلى مرحلة الركود دول أخرى أقل ذهبت بالاتجاه المعاكس قالت أريد أن أدعم الانتاج من أجل فرص العمل ولا أهتم بالتضخم ولا سعر الصرف نهارت العملة فوصلوا إلى الركود ذهبوا باتجاهات متناقضة ولكنهم وصلوا إلى نفس المكان الكل يبحث عن الأقل سوء وليس عن تحسين الوضع في الوضع الحالي أي تخفيف الخسائر أو الخيار بين تحميل الخيار بين تحميل العجز المالي الكبير الناتج عن الدعم على الموازنة العامة أم تحميله على المصرف المركزي كما يحصل منذ عقول ونتائج ذلك على إضعاف المصرف وبالتالي إضعاف دوره في تثبيت الصرف في الظروف الصعبة كما هو الواقع اليوم الخيارات الصعبة لا تعني الانقلاب على سياساتنا ولا تعني الانقلاب على التزامات الدولة تجاه المواطنين نحن لن نخلع عباءتنا الاشتراكية سنبقى في نفس المكان ولكن هذه العباءة لا يمكن أن تكون عباءة جامدة مقيدة لا يمكن أن تكون قالب يجب أن تكون متحركة ومرنة بحسب الظروف يعني بهذه الجزئية من خطاب السيد الرئيس والذي أكد فيها على أننا لن نخلع عباءة الاشتراكية وأيضا حول تحميل الأخطاء جميعا للمسؤولين وللحكومة وأدى إلى فقدان الثقة بين المواطن وما بين الحكومة ومع كل قرار كان ينعكس إجابا على الواقع المعيشي يعني متوقع منه أن ينعكس ولكنه كان لا ينعكس بشكل إجابي على المواطن اليوم كيف يمكن أن نعيد هذه الثقة بين الحكومة والمواطن ونحن اليوم نقترب يعني من تشكيل حكومي على الأبواب كيف يمكن أن يكون شكل إعادة الثقة بين المواطن والحكومة الحقيقة الخطاب أدى مخارطة لموضوع إعادة الثقة عندما تكلم سيادة الرئيس أن القرار يجب أن يكون أو التوجه يجب أن يكون عمل تشاركي يعني ليس فقط القرار بالحكومة جميع الفعاليات لما نحكي عن الاقتصاد أو فعاليات المجتمع المدني جميعا يجب أن تشارك بسياغة السياسات والتوجهات العامة للدولة يبقى على الحكومة أداة التنفيذ وأشار السيد الرئيس أن عندما يكون هناك خطأ في التنفيذ فهنا يجب محاسبة الحكومة سابقا ليس دفاعا عن الحكومات حالة عظم الرضا على الأداء الحكومي في السنوات الأخيرة يمكن السبب أن التوجهات والسياسات لم يكن يتم إشراك فيها باقي فئات المجتمع فهي حقيقة كانت اجتهاد من الحكومات وتنفيذ من الحكومات فكانت الرؤى القاسرة ببعض الزوايا لم تحقق النتائج الذي تكلم عليه السيد الرئيس اليوم أنه اليوم لا يوجد شيء اسمه قدسية بالسياسات القدسية بالأهداف الهدف هو المواطن الهدف هي الدولة لما ذكر سياتو أنه نحن لن ننقلب على الاشتراكية لكن هي طريقة تأدية الاشتراكية هل الاشتراكية ستكون في العمل الاقتصادي في العمل الإداري في السياسات الاجتماعية هذا قابل للنقاش لكن نهج الدولة الاشتراكية والعدالة الاجتماعية هذا في جوهر الدولة السورية من عقود لن يتم تغيره لكن السيد الرئيس أشار لموضوع أنه ليس هو بقدسية مناقشة التفاصيل مثل ما كان البعض يفترض أنه هي تابويات محرمات نحكي فيها لا اليوم ممكن نحكي بكل شيء إلا بأنه نحن الدولة هي لن تتخلى عن الدعم يعني مثل هلأ بالفترة الأخيرة نحن الناس كلا بتحكي بالدعم فيه كلام كتير هو حقيقة إعادة توجيه الدعم وهذا الكلام حقيقة من عقودة عم ينحكي فيه يمكن الحكومة بتسجل لنقطة أنه هي أغطية الجرأة وتحملت آثار رغم عدم غضانة حتى اليوم عن عدم وضوح خط إعادة الدعم لكن يعني بتسجل لأنه هي انتقلت لمرحلة الدعم المباشر للأفراد وليس الدعم المباشر للسلع والخدمات النقطة اللي كتير كان فيها واضح السيد الرئيس أنه في كتير دولة ليس فقط سوريا ودول بدون ما يكون عندها أزمات أو حروب على مستوى سوريا أحياناً توضع بينها خيارات وبتختار الخيار الأقل سوءاً يعني مو دائماً الخيار هو منتج لكن أنا أحياناً بيكون بظروف محيطة داخلية وخارجية مضطر لخيارات جميعها سيئة فهون واجب الإدارة الكفوئة والحكيمة أنه هي تختار الأقل سوءاً بعد ما يتم تقييم السلبيات والإيجابيات بس كان هذا النهج يعني كان هذا النهج للحكومة حقيقة الأستنوات الأخيرة كمان هذا الموضوع الحكومات السابقة للأسف كانت عم تشتغل للأسف بمبدأ الفعل ورد الفعل لم يكن هناك سياسات استباقية الخطاب كان واضح أنه يجب أن يكون لدينا استراتيجيات مفتوحة تترجم بخطط زمنية وتحدد الإجراءات والأنشطة وعندما هناك يكون إجراء لا يؤدي مفعوله الإجراء يعدل بإجراء آخر لكن لا تتغير الخطة أو السياسة هذا الكثير كان واضح بالخطاب طيب وغير الوعود يعني ماذا يمكن للحكومة اليوم يعني التي يجب أن تشكل سألت حضرتك ماذا يمكن لها أن تقدم الغير الوعود طبعاً الحكومة اللي قادمة يبنى نكون نحن شوي شفافين وواضحين عليها أعباء كبيرة عليها مسؤوليات كبيرة لكن العمل الصعب لما يكون فيه اعتماد على كفاءات وطنية أصحاب الخبرة ما كنا معتمدين على كفاءات وطنية أيضاً الحكومة الحالية هي معتمدة على الكفاءات وطنية بدي شوي خالفك سامحيني لم تكن هناك كثير من الكفاءات أبعدت عن مواقعها لعدد أسباب ذاتية أو لأسباب غير موضوعية يطول الشرح فيها نحن بحاجة إلى إصلاح إداري حقيقي لتوظيف الكفاءات في مكانها سوريا بلد ولادة في كافة المجالات والدليل نحن أنه عندنا السوريين في الداخل وفي الخارج كل يوم بيدعون بمجالات عملهم بالقطاع الخاص أو غير له وأنا دائماً أقول أن الموظف العام السوري هو زو كفاءة طب الوزير لما بيجي مندفع وحابب يعمل تغيير حابب يوضع بصني ويوصل ثقة بينه وبين المواطن ما الذي يجري حتى يتغير هذا الموضوع عوائق يحبط هل يحبط قبل أن يحبط المواطن بعدم هذه الثقة بينه وبينه أنا بتوقعي في مشكلة عابع الإدارة السورية هي الميل للعمل الفردي يعني اليوم ما منقول وزير ما منقول وزارة أين فريق العمل في الوزارة؟ الوزير بيجي غالباً هو بيكون من خارج الاختصاص أو من خارج الكادر الوزاري المفترض يعتمد على الكفاءات الموجودة وهذا أمر ليس صحيح هلأ هو صحيح يجب أن يطعم بكفاءات خارجية لكن من ذات الصميم لكن مثلاً نحن نجيب حداً يشتغل باستقافة ونجيب له خبير كان يشتغل بالزراعة هناك مشكلة عننا بموضوع بناء فرق العمل يعني فرق العمل يجب أن يكون هناك معايير حازمة جداً بموضوع التنقلات الإدارية وموضوع التغييرات الإدارية المرتبطة بتشكيل أي وزارة نبتعد عن الشخص قدر المستطاع نبعد عن الشللية اليوم بناء فرق العمل المؤسساتية له الكثير من الأسر في موضوع تحقيق نتائج أو تحقيق إنجازات كما أشار السيد الرئيس وليس القيام بالأداء فقط طيب أستاذ ماهر يعني لنستكمل الحوار لابد من إشراك رأي آخر وكان للأستاذ عامر شهد الباحث الاقتصادي هذه المداخلة للمنصة الاقتصادية حول ما نناقشه اليوم وما شاء في خطاب الرئيس الأسد نتابع ثم نعود ما أتى بخطاب السيد الرئيس هو مطلب شابوي لجهة تغيير نمطية التفكير تغيير السياسات تغيير التعاطي مع المجتمع طبعا الشيء الكثير أساسي ومهم كان بالخطاب هو السياسات والخطط تبنى على الحقائق لا على الأحلام الوردية هناك مجموعة من الخطوات يجب أن تتخذ قبل الشروع بموضوع البحث في السياسة الخطوة الأولى هي إطلاق حوار موسع بقيادة حزب البعث على أن تشترك فيه أحزاب القائدية وخبراء من المجتمع الأهلي هذا في الحوار الأولي هو تمازل الأفكار وبالتالي الخروج بفكر من خارج الصندوق وبالتالي الاطلاع على أفكار زاد نمطية مغايرة لنمطية حالية إضافة للكشف عن فكر أبداعي وأبتكاري الخطوة الثانية هي وضع قصص وسياسات ومنهجية لضرب منظومة الفساد والأدر لا يمكن رسم سياسات بظل وجود منظومة فساد وهدر الخطوة الثالثة توفيق قاعدة بيانات وأحصائيات شفافة موسقة ومقاربة للواقع بأقل تقدير طبعا قاعدة البيانات هامة جدا يتم تحليلة وبالتالي استخراج نقاط الضعف ونقاط القوة من أجل المساهمة في رسم السياسات الخطوة الرابعة الوقوف على حقيقة وضع الحكومي المالي في تغيير السياسات مكلف جدا وهذا يتطلب رفع سوية التمكين المالي للحكومي لذلك من الهام معرفة هذه الحقيقة للعمل على إجراء تحليل وتوضيح للإمكانيات من أجل خلق أقنية جديدة تشكل موارد موزية لخزينة الدولة من خلال تفعيل المؤسسات الخطوة الخامسة وهي الدراسة والبحث في النظام النقدي السوري للخروج بنظام نقدي عصري يتناغم مع متطلبات الحداثة التي تطلبها نظام الرقمني والدفع الألكتروني والتجارة الألكتروني وبالتالي وضع رؤى وسيناريوهات للسياسات النقلية من أجل مكافحة التضخم والبطالة والركود الاقتصادي بالنهاية يتم انتقاء مجلس إصلاح اقتصادي يعتبر نواة للانطلاق باتجاه تجديد السياسات ووضع الخطط من أجل تنفيذها ومتاباتها ووضع نظام حكمي لها إذن أستاذ ماهر استمعنا لمجموعة من المقترحات التي قدمها الدكتور الأستاذ عمر شهدة هل فعلا اليوم نستطيع أن نقلب الاقتصاد يصبح فعلا اقتصاد تنموي وشو رأيك طبعا بموضوع تشكيل مجلس الإصلاح الاقتصادي اللي ينادى فيه أو ينادى فيه من العديد من الخبراء ليس فقط الأستاذ عامر هلأ بالبداية خليني بس الأستاذ عامر حكى يعني جملة مقترحات كثير مفيدة تمام اليوم نحن لازم يكون عندنا تقييم للواقع الحالي نحن للأسف أحيانا نستكين لبعض التقارير الدولية اللي بتكون مشوشة يعني حدا بيجي بيقول إعادة الأعمار في سوريا بيعطي أرقام أحيانا بتكون محبطة هلأ ما بدي أقول هالأرقام دائما هي غير بريئة لكن هي غير صحية إذا الرقم ما كان وطني فأنا ما فيني يقول اليوم أنا حجم إعادة الأعمار أو إعادة البناء أو إصلاح قطاع معين هو يكون بهالرقم هات تمام خليني أرجع شوي لفكرة الاقتصاد الاقتصاد بيعتمد على موارد الموارد هي طبعا نوعين طبيعية وبشرية وفي عدة موارد أنا باعتقادي الموارد البشري في سوريا هو ثروة وهذا اللي بنراهن عليه يعني نحن في كتير دول بالعالم نحن معنا نخترع الدولاب من جديد في كتير دول بدأة من كوريا الجنوبية مرورا بهولندا بالسويد هي دول تقدمت وتحققت تقدم هي لا تمتلك موارد طبيعية هولندا بتعيش على زراعة الزهور طب نحن سوريا بلد زراعي بكافة أصناف الزراعة حتى بالصناعة نحن كنا واصلين لمراحل متقدم بالصناعات التحويلية والأقمشة والجلديات في قطاعات اقتصادية فإذا نحن خليني أقول نقطة البداية ليست من الصفر أنا باعتقد اليوم مشكلة الاقتصاد السوري في إدارته بدنا نراهن على الحكومة القادمة يكون في فريق لإدارة الاقتصاد بعقلية تشاركية كما أشار السيد الرئيس طب تشوف اليوم الاقتصاد السوري له هوية أيضا؟ لا لسه ما صار له هوية مشان ما نكون نحن كمان كثير لكن برجع أقول الاقتصاد يقوم على المزايا النسبية نحن بحاجة لإعادة قراءة وتقييم المزايا النسبية للاقتصاد السوري سواء على المورد البشري أو على الموارد الطبيعية بننتقل لفكرة المجلس الاقتصادي حقيقة نحن تجاربنا بالمجالس السابقة والمجالس الاستشارية ما كثير مشجعة يعني بنجي نحن بنحكي مثلا بوزارة معينة بدي يساوي مجلس استشاري للوزارة أو لقطاع معين فبيكون المجلس عبارة عن عشرة من الوزير ومعاونينا ومستشارينا واثنين أو ثلاثة من أصحاب الخبرة فالقرار إذن هو بقي قرار الوزارة نفسه بقي التفرر المجلس الاستشاري إن لم يكن له هيكلية واسعة غير حكومية بالمطلق وبوجود الحكومة يعني خليني أقول هيكلية المجلس أهم من المجلس نفسه أنا إذا بشكل المجلس هو ظل الحكومة فأنا عبارة بيكون عندي بس عبارة عن صدى لآراء الحكومة أو الطبقة الضيقة من السلطة التنفيذية المجلس الاستشاري فكرة كثير رائعة والأهم أنه يكون حتى على المستوى المحلي لكل وزارة ولا للحكومة أنا أفضل على المستوى المحلي حتى ليس لكل وزارة لأنه اليوم الأقليم الساحلي أو الأقليم الداخل أو الأقليم الجنوب كل أقليم يمتاز ببعض المواصفات النسبية تختلف عن الآخر فكلما التجهنا إلى الإدارة المحلية أو اللامركزية بتصور الإنتاج بيكون أفضل على مستوى الكل طيب أيضا كان لدكتور رازي محيددين الخبير الاستشاري في الإدارة والاقتصاد والتمويل المداخلة حول إصلاح منظومة اتخاذ القرارات ومتطلبات الإصلاح الاقتصادي دعونا نتابع ثم نعود جوابا على سؤال حلقة حول ضرورات المرحلة القادمة في سوريا فينا نجاوب هذا السؤال في ضوء التجربة السورية التي كانت بين عام 2008 والتجربة الرائدة تتمثت بإصدار كثير من المراسيم الرئاسية وتشجيل الاستثمار وإدخال مجموعة من الشخصيات الريادية وتوسيع المشاركة من خارج المنظومة الإدارية السابق ولكن هذه التجربة الاقتصادية النوعية أعتقد أنها لم تتوسع بعملية الأصلاح الإداري بشكل كافي وأدى ذلك بابتداء من عام 2008 لأفساد كثير من هذه التجارب والشركات وعرقلة عملها وأفراغ كثير من المراسيم المضامنين نهاء الحققية لنوجه مجموعة من النصائح للحكومة القادمة أول نصيحة أنه يجب استبدال المنهج السابق تبع الحكومة الذي مثل بحالة عدائية مع الرجال أعمالوا حالة عدائية مع المجتمع ومع الطبقة الوسطى ومع الطبقة الفقيرة فيجب استبدال هذا المنهج بمنهج وسطي منهج يعيد بناء ثقة الحكومة لأنه إذا ما في ثقة بالحكومة لن يكون هناك أي أثر إيجابي لأي مراسيم أو أي قرارات اثنين استبدال موضوع المنصة بموضوع رسوم الاستيراد ثلاثة إلغاء قوانين منع التبادل للدولار واستبدالها برفع سعر الفائدة على الوداع السورية لقى 5 أو 6 نقاط كحد أدنى بالمرحلة الحالية أربعة رفع حدود الأعفاء الضريبي 15 إلى 20 ضعف من الحدود الحالية لأن الحدود الأعفاء الضريبي الحالية هي ترهق أي مشاريع صغيرة أو متوسطة والمرحل القادم التوجه القادم هو توجد عن مشاريع صغيرة ومتوسطة وحاليا أي مشروع متوسط أو صغير في ظل العراقيل والبيروقراطية والضرائب العالية هو مشروع فاشل وحاليا كل الخبراء ينصحون الأصحاء الرياضيين خي ما تفتح مشروع وإذا فتحت المشروع ما ترخص المشروع أو احمل حالك وسافر برات البلد فبالتالي إذا أردنا أن نخلص من هذا العرقلة يجب رفع لحدود الأعفاء الضريبي لتتجاوز مثلا 15 أو 20 مليون ليرة كحد أدنى وأيضا الشرائح بين كل شريحة وشريحة أيضا يتم رفعها وفخ هذه النسابة أيضا يجب حكمة المؤسسات الحكومية نحن لدينا إشكالية كبيرة وهذه الإشكالية إذا لم يتم معالجها فهي سوف تعرق أي صلاح إداري أو أي قرارات اللي هو تداخل السلطات والصلاحيات بين الأحزاب بين الحزب وبين الاتحادات وبين الحكومة وبين القضاء وبين مجلس الشعب وهي يجب أصلاح نظام رواتب الأجور لأنه لا يكون هناك أي أصلاح إداري أو محارفة فساد دون أصلاح رواتب الأجور التي حاليا لا تكفي بضعة أيام إذن أستاذ ماهر لاحظنا تنوعت الأفكار والمقترحات ما بين الأستاذ عامر والدكتور رازي وكلها كانت تتمحور حول بناء أرضية للاقتصاد السوري وتكون جديدة ومختلفة والبدء طبعا من منظومة اتخاذ القرار شو رأيك بهذه النقطة؟ الدكتور رازي حكى لقضية حقيقة كتير مهمة هو موضوع إفراغ المراسيم من وضمونا يعني إحنا دائماً منقول سوريا من عشرات السنين تمتلك منظومة تشريعية رائدة لكن العبر بالتطبيق اليوم بما أنه حديث السيد الرئيس كان عن خلينا نقول نحن تغيير جزري بالعقلية والذهنية أنا باعتقادي اليوم الدور هون يبلعب فيه مجلس الشعب دور مهم يعني إحنا الخطاب كان فيه تحت المنصة بافتتاح الدور التشريع الرابع تحميل مسئولية لمجلس الشعب تاريخياً في سوريا للأسف جميع القوانين كانت يتم إعدادها من قبل السلطة التنفيذية فالشكل الطبيعي أنه يكون فيه محابات لتعزيز سلطات التنفيذية على حين أنه القاعدة التشريعية يجب أن تكون جميع التشريعات هي صادرة من أعضاء مجلس الشعب وتفرض على الحكومة تطبيقها بعد ما يتم إصدارها بشكل طبيعي رغم ذلك البنية التشريعية اليوم بسوريا كافية للنهوض في حال لكن تحتاج لقراءة تنفيذية وإدارية أنا أقول اليوم إحنا بسوريا دائماً بحاجة لإدارة أو سلطة تنفيذية استثنائية يعني ما بيكفي يكون عندها الكفاءة أو عندها النزاهة بحاجة لأشخاص استثنائيين لأنه إحنا بظرف استثنائي وبأعتقد هذا معيار شوي في نفس ويتخذوا مبادرات يعني تماماً يعني بنرجع من أول السيد الرئيس أضاء على نقطة كتير مهمة الفرق بين الأداء والإنجاز الأداء هو القيام بالمهام المطلوبة بموجب الأنظمة لكن إنجاز هو تحقيق تراكم في المؤسسات للأسف الإنجازات غائبة الإنجازات تحتاج أشخاص استثنائيين أشخاص أصحاب قرار أصحاب حالة قيادية خلين نقول حكى الدكتور رازي كمان على موضوع العدائية مع رجال الأعمال أنا أتفق معه وأنا على الصعيد الشخصي عندي تجربة كتير في هذا الكلام للأسف في كتير عدائية من قبل الحكومات من قبل السلطة التنفيذية أو خليني أقول مشان ما أقول هي غالباً بتكون بالطبقة الوسطى بالإدارات التنفيذية بتتعامل بعقلية مع رجال الأعمال مدراء عامين يعني وليس وزير مدراء عامين أو مدراء مركزيين بالوزارات بيتعاملوا مع القطاع الخاص وكأنه هو عدو أنا برأيي الدولة كلما راحت باتجاه الإشراف وفتحة الباب للقطاع الخاص المراقب والوطني قادر على الإنجاز أن القطاع الخاص هو أكثر قدر على الإدارة ومرونة القرارات فالحال العدائي فبس كان في حالات تشاركية ما بين القطاع الخاص والقطاع العام يعني للأسف بمجملة نهايتها ما كانت سعيدة ولكن كانت قليلة يعني رغم أنه بداياتها كانت إنجازاتها رائعة لكن بسبب البيروقراطية والعقليات القائمة ببعض المؤسسات والعدائية والعدائية انتهت بمشاكل خلت القطاع الخاص المحلي والأجنبي يتقاعس عن كثير من الانفتاح اللي كان ممكن يصير حتى بسنوات الحرب موضوع المنصة والدولار نحكي فيه كثير ما بدنا نعيد الأكيد طب 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 شو دور يعني اليوم بمعنى وعنى نحكي عن التشريع والتشريعات اليوم إلى إحد مجلس الشعب اليوم قادر على أنه فعلا يأخذ المبادرة الحقيقية بموضوع التشريعات ويفرضها على السلطة التنفيذي أنا برأيي المرحلة القادمة مجلس الشعب كمؤسسة يجب أن يكون لديه مكتب استشاري بمعنى؟ يعني لما نحكي نحن بتطويق الطاع الزراعي أو صناعي ما نعتمد كلام الحكومة مع احترامي طبعا ميما كان على رئيس الوزارات لكن مجلس الشعب يجب أن يكون له قراءة مستقلة قريبة من الشعب لأنه هو بالأساس منتخب السلطة التنفيذية دائما بالأروقة تحاول الحفاظ على مكتسبات الإدارية في لجان اقتصادية يعني تعدد محاور؟ خليني يكون شوي واقعي العضو لا يكفي أن يكون بانتسابه ووطنيته وانتماءه السياسي وانتماءه الاجتماعي أنا بحاجة لخبرات ما في شي بيمنع يكون في مكتب تقني وكتير دول عندها تجارب مكاتب استشارية تقنية تتبع مجلس الشعب وهذا ما يمنع أنه يتعاقد وحتى النظام الداخلي بأعتقد بيسمح لكن ما صارت مبادرات سابقة أنا بأعتقد أن التكثير بهذا النهج خليني كل موضوع يكون عندي قراءتين قراءة الحكومة وقراءة مجلس الشعب لحتى يصير في قراءة ثالثة أقرب للحقيقة موضوع استبدال المنصة والدولار ما بنا نحكي فيه كثير لأنه صار فيه كثير جدل وأكيد هي تجربة غير ناجحة وأكيد تقييد الدولار ما أدى النتائج بالعكس على العكس تماما أدى إلى تحويله إلى بضاعة للمتاجرة والمضاربة وتحقيق الأرباح لأنه كل ما رفعنا درجة المخاطرة فحولنا الدولار لسلعة لأسف بدل ما يكون هو قيمة تبادلية لحد الأدنى للعفاء الضغيبية في شكل طبيعي أنه يرتفع مع ارتفاء مستويات الحياة ومع للأسف تراجع قيمة الليغة السورية لجنة حوكمة القطاع الاقتصادي كتير مهمة نحن صدر عنا القانون يمكن تكلمنا بشاشتكم عنه باتقد القانون رقم 3 اللي كان هو قفزة نوعية كمان للأسف يعاب على الحكومة ما أخذت أي مبادرة باتجاه هذا القانون وكأن القانون في وادي والحكومة في وادي كنا نتوقع نشوف المؤسسات التابعة لوزارة الصناعة والوزارات اللي عندها جهات انتاجية على الأقل يكون فيه أفكار لتحويله لشركات وساهمة أو بعض الشرية نحن كانوا بلشين يعني في يعني بموضوع الحوكمة كانوا بدأوا ولكن يعني اليوم بدنا نشوف شي نتائج على أرض الوقت تماماً بتقصد مع الحكومة نرجع لخطاب السيد الرئيس بين الأداء والإنجاز بدنا إنجاز يعني المواطن اليوم شبع خطابات شبع تصريحات من السادة الوزراء يعني نحن وعدنا الناس ببنزين وبغاز وأيام محدودة ما تحققوا عود للأسف بالست سبع سنوات الأخيرة خلينا نكون شوي شفافين مع أنفسنا نحن ما نطالبين الحكومة بفوق الإمكانيات الموجودة لكن نحن على الأقل أنا أقول دائماً بتجربة على سبيل الميسال الغاز لما تحول لرسالة على قساوة هذه الرسالة اللي هي فترات طويلة لكن الناس شعرت بالعدالة أن هذا الواقع خلينا نكون شفافين بكافة التفاصيل ونمشي لأدام المواطن بالمسإنجاز برجع أقول ليس المهم الأقل سوءاً كما تحدث السيد الرئيس لا يكون الأسوأ طيب مشاهدين أيضاً جاء ضمن أبرز ما تحدث به الرئيس الأسد في خطابه أمام مجلس الشعب حول أهمية دعم المشاريع متناهية الصغر لتنمو وتدعم الاقتصاد وذلك بالتشريعات وهنا يكمن دور مجلس الشعب والأعضاء الجدد نتابع ثم نعود مبدأ المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي أن تكون صغيرة وتنمو فالمتناهية الصغر يجب أن تصبح صغيرة لكي يكون هناك نجاح والصغيرة أن تصبح متوسطة والمتوسطة كبيرة فإذن هي نواة للنمو وليست مشروع لكي نحل مشكلة قائمة مؤقتة نحن مجتمع نامي مجتمع الزراعي وهي هامة للمجتمع الزراعي بالإضافة لأننا لسنا دولة صناعية كبرى بكل الأحوال ولا أعتقد بأننا بالمدى المنظور دول مثل سوريا وغيرها بحجمها وبإمكانياتها يمكن أن تكون دولة صناعية كبرى أستاذ ماهر رئيس الأسر تحدث عن المشاريع متناهية الصغر شو رأيك أيضا بهذه التجربة وإلى أي حد يجب اليوم تكريسه ودعمه وتنميته بسوريا طبعا الحديث عن المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة هو ليس حديث جديد لكن حقيقة الخطاب أضاء إلى قضية أنه ليست هدف يعني أنا ليس هدفي أنه تعزيز مشاريع متناهية الصغيرة لكن هي نقطة بداية وتكلم سيادة الرئيس أنه يجب أن المتناهي الصغيرة أن يتحوى إلى صغير والصغير إلى متوسط لأن للأسف معظم الجهات التنفيذية المعنية بالتماس على موضوع التراخيص ودعم المشروعات المتناهية الصغيرة خلينا نكون شفافي بالسنوات الأخيرة كان عبارة عن استعراض ما شفنا حقائق ما شفنا سياسات ما شفنا إنجازات يمكن الموضوع شوي في تشابك وأنا بتمنى أنه بالمرحل القادمة يكون عندنا وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يعني اليوم نحن بتتنازع الصلاحية على دعم بين قوسين هذه الكيانات حتى مديرة هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة طالبت بأن يكون هناك قانون خاص بالمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغيرة والمتوسطة يعني خليني أحكي هيك بعجالي عن الموضوع وزارة الاقتصاد معنية بالمشروعات الصغيرة من خلال هيئة المشروعات الصغيرة المتوسطة وأصدرت التصنيف الوطني للمشروعات لكن اللي بيرخص هو وزارة التجارة وحماية المستهلك من خلال السجلات التجارية ودائرة الشركات في الوزارة وما في تناقم بين الوزارتين منجي بالمشاريع ذات الصفة الصناعية تحتاج موافقة وزارة الصناعة واتحاد الحرافيين اللي بتتعلق بصبغة سياحية تحتاج موافقة وزارة السياحة وزارة العمل من خلال العاملين والتأمينات الاجتماعية فاليوم أنا بشوف من الشباب أو من أصحاب المشاريع اللي أدي ساوي مشاريع هو بيأضي فترة طويلة من حياته بس بموضوع التراقيص وموضوع التوافقية بين هذه الجهات على حين نحن نفترض يكون عندنا نافذة واحدة أو جهة خصوصاً أنه متناهي الصغر يعني ليس بحاجة إلى كل هذه التعقيدات للأسف نحن بحاجة لدراسة الخدمات والدراسة الشكل القانوني لمن يرخص ولمن ينظم عمل هذا القطاع أنا أطمح أن يكون عندنا وزارة وليس فقط أنه قانون فقط لا وفي كثير دول قامت بالتجربة لو وزارة لفترة مؤقتة مثل التجربة المصرية أبل 15 سنة كان عنده الوزارة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة أنجزت مهامة يعاد إيكالة بعد ذلك يعني اليوم ما بنا نظل نحكي بالإطار النظري والتنزيق هذه المشروعات فعلا هي عماد كل اقتصاد كما أشار السيد الرئيس وليس فقط في سوريا يعني إيطاليا قائمة على المشروعات الصغيرة وألمانيا لكن قال أنه مو الهدف أن أحقق مشروع متنامي الصغر مثل ما البعض افترض أنه أنا بدي أحول القرية كل ياته لا مو هذا الهدف الهدف أنه أنا حط نواة لفكرة اقتصادية قابلة للتوسع من خلال مزايا نوعية من خلال مزايا ريادية سواء للشخص أو للفكرة هاي الفكرة اللي لازم نحكي عليها طبعا طيب هل بتعتبر أنه ما وصل إليه اليوم حال الاقتصاد السوري سببه إدارة الاقتصاد التي لم تحمل صفة إدارة اقتصاد حرب أو اقتصاد أزمة؟ يعني بشفافية مطلقة الجزء الأكبر بتحمله الأداء الحكومي والإدارة الاقتصادية بين قوسين الفغي الاقتصادي وأكيد ما بدنا ننكر نحن أثر الحرب وأثر العقوبات الاقتصادية اللي هي ممكن أنه تأثر على أي بلد بمراحل مضاعفة لأسرة سوريا لكن حقيقة كان غياب الأداء الاقتصادي لما مرت به سوريا للأسف لم يلمنسوا المواطن يعني كيف تصلحوا الحكومة الشديدة؟ الحكومة الجديدة أنا برجع أقول بدنا ننطلق من الخطاب اللي قال تكون أكثر انفتاحاً يعني اليوم غرف التجارة والصناعة ومسلي رجال أعمال المجتمع المدني الخبراء المستقلين يجب استقطابهم في إطار تجمعات مهنية فكرية تساعد الحكومة في وضع السياسات برجع أقول السياسات كما أشار السيد الرئيس التنفيذ وآليات ومسؤولية الحكومة لكن وضع السياسات والتوجهات هي عمل جماعي مشترك ومجل الشعب يلعب دوقن أنه يمثل الشعب نحن بحاجة لإدارة حوار بين كافة مكونات الشعب حوار بطريقة علمية منهجية تقنية ليست شعبوية يعني لما نحكي عن قطاع السياحة نحتاج من يعمل في قطاع السياحة خبيراً ومالكاً ومستثمراً يعني أنا بفهم من كلام حضرتك بختام أنه نحن بحاجة بمجلس الشعب لخبراء استشاريين لمكتب استشاري مكتب استشاري داعم لمجلس الشعب داعم لمجلس الشعب من أجل وضع خطط حقيقية تفرض على الحكومة القادمة يعني ما هي متطلبات أو خلينا نقول هي تتناغم مع مقترحات الحكومة للوصول لمقترح أفضل للجميع وأيضاً أنت بحاجة لمكتب استشاري للحكومة أيضاً من أجل يعني تطوير ربما العمل المهلي ولكن ليس شكلي مثل التجارب السابقة ما يكون مجلس الشعب عبارة أنه عملنا مجلس استشاري بشخصيات هي لا تعبر إلا عن حالة رئيس المجلس اللي بيكون الأعلص بالسلطة التنفيذية يعني هذا ما نتمنى ونأمل أن تكون هناك حكومة جديدة يعني بكليتها تأخذ الاقتصاد السوري إلى مكان أفضل مما هو عليه بكثير شكراً جزيلاً لحضورك معنا أستاذ ماهر رزق وحضرتك خبير تنموي شكراً لك لجميع المشاهدين إلى محطة سماء ختام هذه الحلقة مشاهدين مني ومن فريق العمل كل التحيات لقاؤنا يتجدد في الأسبوع المقبل